صباح الخير على الجميع واللي عنده مساء الخير أقول له مساء الخير اليوم أنا باخذكم معاي بجولة جميلة صباحية في حديقة الشهيد واحد مكان يستاهل الواحد يتعلناله بوقت الفجر يمشي فيه يستنشق هو نقي ويشوف مناظر جميلة وخضرة سبحانه رب الخالق ألوانها تتباين بالأخضر بكل درجاته هوا حلو أجواء جميلة هالناس قاعدة ما شاء الله من الصبح تتمشى وتسوي رياضة وتسولف مع أصحابها ووايد الجو كان جميل وعشان أوثق هذه الجولة هي في يوم الأحد 23 26 24 فنهجي هاليومين أني أدور أماكن أمشي فيها وأغير جو وأصد على المسؤولياتي لشوية قاعدة تزيد ما تنقص فالواحد يحتاج أن يصد ويروحك الأماكن الجميلة لله الحمد موجودة عندنا بالكويت مساحات خضرة كبيرة ووايد مهتمين فيها وفيها رعاية واضحة وتنسيق جميل الأيتمز اللي فيها مثلا مثل المساجد لاحظت أنهم مسوينهم ديزاين جدا رائع مو تقليدي وكاهو واحد رح تشوفونه جدا بشكل عجبني صراحة وصورت لكم صغير إيه لكن شي غير كديزاين الخضرة ما شاء الله كل مكان الحديقة نظيفة وهذه أعجبتني قد خلق أصورها لكم اللي هي الماء تابعون تشربون الماء بارد متوفر مشارطة يبعون معكم يعني معكم الخاص تمشي حلو بهالوقت من الصبح على الساعة تقريبا ستة أنا كنت موجودة هناك فشوفوا المنارة من فصلة عن المسجد الصغيرون وايد عجبتني أحبان الأشياء الغريبة مايلة حتى كانها برج بيزا الإيطالي بيزا الإيطالي وهذا مبنى المسجد وايد حلو ودفرنت فاللي حب يسوي رياضة تمشي الحديقة أعتقد مفتوحة مبتشر أنا كنت ساعة ستة الصبح أتمشى فيها وفيها ناس والله فأعتقد تفج أبتشر من شدي أكيد الواحد إذا بيمشي في هذا الحر يحتاج الوقت هذا من الصبح مبتشر عشان ما يكون في حر زايد أو شمس مسلطة على الواحد ورد حلو والوانة حلوة منعشة خفيفة بظل شباب ما شاء الله عليهم رياضة جادة ما فيها لعب الكلمة استمتع في هذا المكان وأنصح فيه بشدة أنا أحب شهيد واحد أكثر من الاثنين وثلاثة وبانتظار رقم أربعة اللي هي أعتقد السكيتينج مرحي ما أفتحو متطلعة يعني لأن يفتحون إن شاء الله أسألكم تغير منه بس هذه ما أدري ليش أحبها هنا صورت لكم إشارة المرور عشان المشاه ليش؟ لأن عشان أقطع هذا الممر هذول السيائر يطلعون من السرداب المواقف فحاطين لنا إشارة مرور توقف أو تمشي which is good هذا النصب التذكاري اسمه نصب الدستور صورت لكم شرح للفنان شن يقصد بهذا النصب ذهبي مع شعة الشمس بالحقيقة أجمل من الفيديو وايد حلو هذا نصب الدستور وقروا على راحتكم ماذا يعني سبحان الله معنا صيف ومفروض عندنا حر ما تعبت اليوم الحمد لله رب العالمين هذا فضل ومننا من ربي الحمد لله مشيت وقت مقدر ومسافة مقدرة الحمد لله وما تعبت فقلت خل أصحبكم معاي في هذه الرحلة الحلوة الخفيفة اللطيفة الواحد صد فيها وقير جو طيري شرب ما يصورت قطو مار مثلا لازم أصوره الكرسي هذا عجبني بصراحة ديساينه وايد مودرن قطو يتمشى لازم أصوره هذا الممر عجبني يكون النصب بظهري ورايحة بشوف شنو تشنة كلف ما تشنة في داري صراحة شوفوا الخضار ما شاء الله لا قوتها لا بالله كراسي بكل مكان اللي يبي يقعد مو شرط يمشي مكان حلو حدي العوائل تغيير الجو في مطاعم بس عشان الفير مفاجين طبعا هذه المواقف ونطلع مثل ما دخلنا في أمان الله تغيير الجوهر